تقول يا شيخ زوجي يعيرني بكبر أنفي وهذا الموضوع صار من بداية زواجي من سنين طويلة وإلى يومنا هذا نفسيتي تعبت أنا أفكر كثيرا في هذا الأمر لما أضحك أضع يدي على وجه حتى لا أحد ينتبع علما أنه عندي جيوب أنفية هل يجوز أني أعمل العملية للجيوب وصغر أنفي قليلا أختي أم عمر من تركيا بارك الله فيك وأسر الله تعالى أن يحفظك أولا لا يجوز لزوجك ويحرم عليها أن يسخر منك ذلك أن الخلق خلق الله والله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وحرم الله جل وعلا السخرية والاستهزاء قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقام بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولذلك السخرية عندنا والاستهزاء في الإسلام محرم كيف يسخر بأم عياله وبزوجته هو يدري ورآك في فترة الخطبة رآك وقبل بك كيف الآن تغير عليك ومن استهزأ بالآخرين يقول العلماء لا يموت حتى يبتليه الله عز وجل اللي يسخر من الآخرين أو يستهزئ بهم أو يشمت بهم والعياذ بالله هذا يبتلى وهذه من الجزاء من جنس العمل وهي قاعدة سبحان الله العظيم وهي من سنن الله الكونية الجزاء من جنس العمل جزاء وفاق تعالى زوجك أن يخاف ويتق الله عز وجل يخاف من الله ويتقيه خشة أن يبتلى الأمر الثاني أختي الفاضل إذا كان عندك جيوب أنفية نعم تتداوين النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداو يا عباد الله ما أنزل الله دان إلا وأنزل له شفا علمه من علمه وجهل ومن جهل ولذلك الجيوب الأنفية تمثل مرض خطير بالنسبة للإنسان من حيث التنفس ومن حيث أشياء كثيرة فيما يتعلق بشكل الإنسان أيضا ما في بأس أنك تعالجين الجيوب الأنفي قضية تصغير الأنف قليلا هو السؤال هل فعلا أنفك كبير لدرجة أنه يمنعك من الرؤية الصحيحة يؤثر على حياتك الاجتماعية إذا قلت نعم يجوز يجوز تردينه إلى الشكل الطبيعي الذي يتناسب مع وجهك وكذا أما إذا كان لا ما عندك أي مشكلة ومجرد الأنف طويل لكنه ما يمثل مشكلة ومتناسب مع شكلك لا يجوز لك أن تعتدي على خلق الله وأن تذهبي وتغيري وتصغيري هذا الأنف فهذا يرجع إلى الحالة التي أنت عليها بارك الله فيك